أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات ريديو سيس متتبعي بوابة الأمل لبرنامجكم اللي يجيكم كل نهار خميس من الستامة العشية نحكي وفيه على أهم المواضيع اللي ممكن تثير فينا الأمل تخلينا نعيش ومحلينا متعايشين متوفقين متحبين في تونس بلادنا الصغيرة اللي متتحملش الكرهية متتحملش الاشكالات متتحملش الصراعات البلاد اللي طالما كان الخروج من أزماتها بصلح وتوافق معايا في الحسل يوم دكتور نبيل منتصر المؤرخ مرحبا أهلا وسهلا كذلك كما العادة والعوايد محمد موسى نرجع نحكي وكنا قبيلنا نحكينا شوية على عهد الأمان من المعاهدة والوثيقة اللي جمعت التوينسة واللي كانت كما القانون اللي ما كانش بالسهل يخرج لو كان كما قلت نبيل قبيلة دكتور نبيل انه كانت حطة اليوم كانت تلقى رفض كبير ومن نجموش نصر أي هو في كل زمان هو في كل زمان في كل زمان ثم نقاط ضوء ونقاط أقل ضوء على الأقل في كل زمان في كل الشعوب أنا ماذا بيه منغش لأننا إنسان ندفع الأمل في الحياة الدنيا ما غير أمل لديها ما عندك متاجهة تعمل فيها دنيا ما غير غدوة خير ما عندك متعمل فيها معنا دورنا ونحن مش لدينا عملو فيه نصرفو فيه لأن علمنا التاريخ إنها أكبر فترات سؤال لازم تتحسن خليه حتى ربي ما خليه حتى ما عملنا شي معنا إذن لكن بكر سألت سؤال هذا قنون عدل أمان أنا ظهر لي الدور النخب عندهم دور كبير مناطب وعدتهم لطالما كان عندهم وإن تقرأ تاريخ البشرية تتو تشوف دور النخب من في التعليم نخبة معينة في السياسة وديمة مش كافة في الفكر ثورة الفرنسوية لو لا ديدرو جونجا كروسو وفولتير لو لا هذوق مجيش إذن دور النخب لكن مع الأسف قد تلعبوا النخب دورا سيئا وخاصة النخب السياسية ومع الأسف الفقهية لأن الفقه هو ارتباط ساعات السياسية كما قلتها هناك وقت تتو عن brief الناس أنا أن تتو Hiero و قلتها إنما كنا ساهل في تونس ومبدعه سعيد ومبكر وغيره وزول البدرسة الزيتونية في جزء المنال جزء الآخر كان يكفروا فيها من الآخر سبق ووجود مجموعة زعيم برقب وغيره ما وصلناش للوضع ما كناش نخبل وصلتنا لكن نخبر وصلتنا الحجة أخطر حتى تقبل مثلاً حتى تقبل انت لك انت تتبع سيد صدق بيته وتعرف وين وصلنا وصلنا الاستعمار وكيفاش سماء وكيفاش عائل وكيفاش ضربوا خير الدين وإصلاحات خير الدين وما سمعوش والدستور بتاع 64 اللي خرج كيفاش تخلى بمجرد انتفاض 64 خلينا نجح للعرشات شوية زيدا من المجتمع بالنسبة للعرشات عرفت وضعيات تقارب كبيرة تقارب كبيرة بينها كانوا بالتزاوج كانوا بالالتقاءات لكن ساعة ساعة يتعاركوا زوز وهذا عشناها يتعاركوا زوز زوز الراح في السحراء يتعاركوا بينور غمة والمرزيك تحلى الواحرة وجوزني هذا مازال مازال كتحك جوزنا جوز منه لكن كل مرة تطلع عنا ثعابي وقع عنا وضعيات نحن نحاول نخبه ونحن ماذا بنا نخبه ولكن هذا هو التاريخ نبيل انت كلمة نخبه هذية سيمو حامل في شو قالك موضوع نبيل منصر الدكتور نبيل منصر في الدكتورة امتعه ثم نقاط خبها فقط لانه العائلات مازالت موجودة وتوتر اللقب معناه هذا التثقيه ثم احداث واقعة في قرن 19 لكن تحطها ولسه متنجمتها وتقوم مشاكل هذا هو تولي انت تنحى الاسماء تنحى كل خطر تتبدأ ولد الميدان في 2011 تقضى هالي فيلم تلوي قلت له بعضها مرة تفكروا كل الامبولونسيين ندوه قلت له في 2011 ولا 2012 ولا 2013 يعني هذا شو بال اللقاعة في زاوية السخونة ولا هذا اللقاعة درنر موبيل هذا كيفش تترجعوا للتاريخ نبيل على خطر اليوم هالسراعات هذي الازالية ربما بين العرشيت ولا القبائل اللي تعيش في تونس قلنا سختم ما ما سييت نحات وفيت وجوزنيها ومعادش وجيبر جيبة سختم ما ما قال توظيف النخب النخب الجيدة توظف النخب الجيدة توظف يمشي يترشح من قفصة هو للرئاسة يمشي أنا قفصة والدبليات كنت قلت نتائج الانتخابات واحد قفصة جيلاول في قفصة واحد من القسرين جيلاول في القسرين واحد أمو من تطوين جيلاول في تطوين ليه إذا نجموا رجعوا حتى الانتخابة 2011 ونرجعوا للنخب هذا نخبه هذا نخبه مترشح للجمهورية نخبه لا مش نخبه هو اللي يليحي في نعرات لأنا نحب نعرف شوية نحب جيما نرجع للتاريخ دكتور نبيل نحب نعرف شوين دور النخب في الوقت هذيكا باش رجعت القبيل هديت ما عادش فما صراعات ما عادش فما مشاكل محمد ربما ينجب فضل محمد أنا والله أنا عندي قراءة إيجابية للعملية يعني مع الإقرار مرة الفيت حكينا شوية كما لزال كولي كانونيم لزال كولي كانونيم بعدما صار البحث وصاروا العلماء النفس وسوسيولوجيا وغيره أقر أول خطوة للتغيير هو الإقرار ما ينجمش واحد ما يقرش بالمرض وبالعلة اللي عنده يسعى للمدوات ويسعى للشفاء استحال فأحنا هالنعارات هذية والتعصبات هذية هي رغبة من المجتمعات أنا نعتبرها في أنها تستقر في ما هي عليه تلقى حركة التاريخ تقتضي وهذا ابن أبي ذياف في الإتحاف يشير له كيفاش أن العرشية كانت عائق لبناء الدولة المركزية معناها زمان العصر كان أن تكون فما الدول المركزية كما اليوم اللي مركزية اللي هي ضده اليوم نحن نتطلع إلى إنسانية مش قوميات رجعين اللي مركزية حركة التاريخ الراهة أنها ماشية نحو واحدة الإنسانية واحدة الجنس البشري لكن فما قوة دي ما قوة جاذب الخلف لازم اللي هي ما ترغبش في التغيير يعني إن أحكينا عندما نحكي على طار الحدد يعني شنوه شقابل طار الحدد عندما نادى للمساوات في كتاب امرأتنا في الشريعة والمجتمع قوبلة من طرف بحاجب أحد أيامة الزيتونة قالوا هذا على الحساب حتى نقرأ الكتاب حتى هذا المنطق شنوه هذي منطق عدم المعرفة عدم الإلمام عدم الدراية بالموضوع لكن من العنوان نعطيه نعطيه التكفير وإكس كوميونيورة وإليتي إكس كوميونيورة تمات مسكينة مبور كان يخرج من الدار يرجم فطبيعي إنه التغيير مرفوض كل المجتمعات تتطلع يعني سبحان الله هذي معنى الحياة لحيات تغيير لحيات تتوى لحيات تعلم فقوة السلب قوة التقاخر تجذب نحو الوراء وما تخليش الناس تتغير فطبيعة إنه المجتمع كان يسعى إلى الدولة المركزية يجيوا ناس تقولوا ليه احنا خير العرش متاعي خير ما العرشك والاخر يبدأ في التعصر شو يصير هذي؟ يصير سراء يعني وكأني وهنا بش نحكي نظرة إيجابية للتاريخ ريت هالأزمة هذيك يعقوبها انتصار لأنه وقتا نفيقه شو هالحربة ذي؟ إلا ما تابش نتصارعه بين قبيلة وقبيلة وبين عشيرة وعشيرة هذا يخدم الناس ومبعد يجيهم مكتب يلمهم الكل وفتتع عشر الناس مبعادها ويلقى إنه الأفكار المسبقة على العرش الاخر ولا غالطة راهو إنسان راهو محليه راهو ودود راهو طيب فالنعارات تتولي معاش عندها معنى لأنه عندما تخالط عندما تمشي تشوف بعينك عندما تتحرى الحقيقة في الآخر تلقى إلي مزنوا ومحليه وتلقى الشمال الغربي محليه وتلقى الجنوب محليه وتلقى الشمال محليه فعندما نكون بحقين للحقيقة عنا مرسة يقولك في كل بلاد فيها البيهي والخايم عندما نتحرى الحقيقة نلقى إنه برشة من الكلام اللي تقال راهو كله أفكار مسبقة وهي بعيدة عن الحقيقة أنا مشتبني على كلامه مشتبني على كلامه مشتبني على كلامه هو هذك هي حرك التاريخ حرك التاريخ مشتبني على كلامه النقطة الخائبة هي الارتداد الارتداد على المكاسب موجود في كل مرة شعوب تعمل وحاولت أما هي كلها بجتمعات يتغير أو النخبة بتاعها تقود لكن أستعد دائما لإمكانيات الارتداد إمكانيات الارتداد ساعة تكون عنيفة ردة عنيفة وعنيفة جدا وساعة تكون خفيفة أحنا شوفنا بعد 2011 تكون ندبة بضرورة ألغى مجالة الحوالة الشخصية وتعدي زوجات ورجوع إلى تعد الزوجات رغم أن شعاب تونسي منوغام مناصل معنا ما شوفت الارتداد لكن ما نجحش لأن النسبة قلت ولأن القانون ما تبحاش ولأن الدولة اللي جاءت بعد 2011 ما تبعت هاش لأن النخبة ثم نقات وقع فيها الارتداد هذه هي موجودة في حركتها كل لا نجعلوش من الناس خليني نسأل نبيل النخبة اللي تبقى اسمها في البيه للمجتمع اللي عملته وإلا النخبة اللي جي في وقت مات تظهر وتعمله بعد تنتهي أنا برشة الناس مشيهوما النخبة مش ديمة مفهوم إيجابي النخبة هو من نتخبهم الناس أعطوهم فيهم ثقتهم وساعة ساعة الناس ولا غالبنا نفع رايسا عاد تنتخب كينسي واخوه النخبة مش من نتخبهم نحكي النخبة نخبة المفكري من ينتخبه الناس الناس يقولوا هذا مفقر الناس يقولوا هذا رجل العمال خير النخبة دخل ساعة تنتخب الناس يفيد لك يقولوا انه هذك صحيح مقطع النخبة تفرزه تختاره والناس والعامة غالبا ما تفرزوا الاكثر سؤال وقليلا ما تفرزوا الاقل سؤال وماذا يفسروا ربما العمليات البوزية ومش كان في تونس ترامب أسوأ ما يعرفه امريكا اليوم اعلن شعبوية نحكيه لك نحن عنا فكرة مزينة برشا شعبوية شعبوية نجيز نجيز ما نقصدش ما نقصدش انا بريئة من المرسوم ومن الفصل 24 منه نمشيه عبر التاريخ الاسماء اللي قاعدت واللي نقراوها واللي يقرا فيها أولادنا واللي نسمع عليها واللي نحب ونحكيه عليها هم الناس اللي أبدعوا في فعل الخير وفي تجاوز المشاكل وفي مع الأقل لا مش جمع عندنا شارع صدق بي شنوه عندنا اسماء مصايب في تاريخ البشري عندنا نحكيه ونحكيه تبعو في تاريخ التونس ونحكيه مصايب في تاريخ التونس وكانت ترامزاً حتى في تاريخ الوسيط ونحكيه وكانت ترامزاً لأيام اخبرت يقول من لا جمع له لا شهادة له لا يقبل شهادة بتاح وتقوا عنده شارع في برشة شوارع في برشة بلايس ما خلينيش كالباهي لا اما بقي مثلا هذي كمثال لا يحتذي به برشة برشة انا يظل القضية النخبة هذية هي ايضا يعني هي مسار نضج الانسانية ونضج المجتمعات كان لابد في مرحلة ما من تاريخ الانسانية ومرحلة المجتمع انه يكون ثم اعلام خلينا نقول البهين مثل طهر الحدد اللي احنا تقريبا فم اجماع حولهم ايه نتفخروا به يعني كان فم اعلام اللي كانت سباقة لكن في نفس الوقت انا يظل حركة التاريخ اليوم تقتضي انه نخرج من قضية النخبة انا لا اميله شخصيا في فهم المتواضع لقضية النخبة انا نتصور اللي احنا نحتاج مشاركة عمومية مفهوم قد ما نتطلع انه انا في قسمي ولا في حومتي ولا في مجتمعي ولا في عائلتي الكل يكون شريك الكل يقدر ان يعبر على رأيه قد ما نتقدم نحو هذا بالطبع ما نقولش احنا توفي الوضعية هذي رؤيتنا هذي رؤية المجتمع نطمح بصراحة تعليمنا يسمح انه انه نستعبر انه نستشارك ونحترم الاراء ونحترم الافكار لكن اذا كان باش نحطها مركزية مركزية النخبة فيها مركزية انا نتصور هذي خرج اطار التاريخ والتاريخ يتطلع انه الكل يكون شريك في تقديم الرأي في انه يعبر عن تفكيره ويسمع رأيه يحترم مهما كان مهما كان اقلية تعرف ان المجتمعات المتطورة تقاس برأي الاقلية انه الاقلية تعبر مش الاغلبية الاغلبية بطبيعتها مش تعبر الفضاء مسموح لها معطى لها لكن هل انشتاين في تاريخ الفيزياء قدش كان من واحد كان واحد هالقوبلة من الاول بالترحاب لم يقابل بالترحاب قدش من واحد هالقوبلة بالترحاب ابن سينا ابن رشبش ابن خلدون ابن عربي الى اخيري فنحتاج انه بصراحة نسمح بالحرية حرية التعبير حرية التفكير حرية المعتقد حرية الضمير هالكراهية لأي اختلاف اللي بعد سنوات نقوله هذا قدم بالمجتمع وقدم بالفكر وقدم بالانسانية في وقتها يصد برجيبة عام 1956 وهذا مثبت في دواوين مخطوطات مدونات البرلمان يجري عام 1956 كتب مجلة الاحوال الشخصية قبل ما يصدر قبل ما يجلس البرلمان ما يكتب لأنه يعرف ان النخبة عندها ما تقبلش معناه غير ناضجة باش تقبل المشساويات بعد يعني اعمل كل شيء باش يخلطو كما اقوله بمرسوب في 1846 الفرامان اللي منع العبودية قوبلة بالصد من طرف النخبة ومن طرف بالذات السلطة الدينية لأنه شنوه هذا شنوه تسوي بين العبد والسيد شنوه تنحي منظومة الرق منظومة العبيد في وقت اللي فيها كتب مدونات فقهية على الرق فيها تجارة كم لو؟ دونك مصلحة مادية ثروة هاي من السلطة فكان لابد أنه التغيير يحدث بأزمة الناس ما تقبلهاش لكن في مرحلة المات ولي شنوه أنا نحاوس بعبد وراية ولا بقامة وراية تسوروا معناها في مسار التاريخ هل يقبل اليوم أنه إنسان يحاوس بربعا نساورها؟ هذا هو الفكرة إنه اليوم إحنا من نعطيه قيمة للحدث وإلا للحاجة اللي صارت اللي هي تكون ثورة في قوانين وإلا في موقف ولا قرارات ولا حتى أدبه وكتبه شعره غيره من نعطيهها قيمة كان ما يكون لمباك تمتعه بعد سنوات بالضبط كما في الشعر الحر معناها بالضبط لو حركة التغيير معناها في الفن ولا في أي مجال ولا في العلم يعني الشعر الحر كيفاش كوبلة يعني شنوه هذا هذا بعيد عن العروض وعلى الموازين وعلى 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 فكان مش مقبول كما الامبريسيونيزم كما الداداين المزود كما منوع في التربة الخير معناها الفنون هذه لا تقبل فكان لابد أنه فترة هضم للإنسانية حتى لين تفهم اللي راي مسار التاريخ إذا يجيب ببنته يجيب مزود في عرض بنته وما غاديش في تربة سمانة هو تقريبا هذا بتفق عليه أن البشرية تعرب دي بتحولياتنا حوال أحسن تعمل مجود مش تمشي وهي كما يقول ماركس يقول أن تمشي وترجع تمشي وترجع تمشي وترجع خطوة إلى الوراء وصلها إلى أن تبلغ الوضعية التي تجعل كل رجوع إلى الوراء أمر مستحيل أش معناها كل رجوع الوراء أمر مستحيل؟ هو في الأصل معناها المجتمع عملنا خطوة أهم شيء أن المجتمع في غالبيته يصبح يدفع على ذلك الجديد أو أن نقوم بصفة مجزئة، ليس بصفة كلية، تاريخ ليس كلي نجم نقدمه في الأفكار، نجم نقدمه في المادة السياسية، ونوخره في المادة السياسية نجم نقدمه في المادة السياسية كما الهند ولا غير، ونحن عندنا المرأة الهند اليوم ألاف عشرات سنين هم ينتخبوا مريقلين في المادة السياسية، لكن نرى في الكار يتلفتوا أربعة والعاشرة، يخطفوا مرأة ويدعموا على حلق وقتصبه، والكار تمشي معنا حلقات التقديم المداخل هي حلقات غير متناسقة، غير متزامنة، وأنا في رأيي أن المجتمع التوريسي قام بخطوة كبيرة في الحياة الاجتماعية بفضل النقبة، بفضل بعض القانون، ثم بفضل حتى الديناميكية الداخلية في اتجاه القبول، قبول شوية، بشوية بشوية قبول ساعة ساعة جيه نخبة مع هذا الإعلام المفتوح، وما يأتينا من خارج الحدود من العالم العربي السامة على الأسف ولا حتى من العالم العربي في حاجة أخرى، ما يأتينا ساعة ساعة تأثيره غيب لأنه لا يعيش عنها ليجارتفو، الهامة التي كانت تعطيها المدارسة، معنى شعنة أليات التصدي، اليوم أولادنا المدرسة والعائلة وغيرها، لا يعيش تعطيه قوة حصانة دفاعية محمد لا يعيش كان المصطلح أليات التصدي، لأنه بصراحة هي مسار تاريخي، سيرورة، هالتغيير هداية لمحالة يأما نكون وحنا سبقين وعارفين وين ماشيين، وعننا رؤية، عننا التطلع التطلع هذي مبني على التنوع، مبني على التعدد، مبني على الاختلاف، مبني على أنه وحنا نعتبر تونسنا جميلة في تنوحها، في تعددها، ونثمنها الاختلاف هذي وإلا بش نقوله نكونوا يعني حقيقة متقوقعين على هوية ما، ونعتبرها هي الأوحد، ونغمض عينينا على واقع مجتمعي متعدد جداً فإذا كان أنت تؤمن أنه اليوم عندك ناس مؤمنة، وناس مش مؤمنة، ناس ما نعرشنا ماركسية، ناس هالتنوع هذي فرارة، يلزمنا في تربيتنا وفي تعليمنا وفي مسارنا الفكري والثقافي نسمح به التنوع، ونثمنه، ونعتبره حاجة جديدة وحاجة ممكن تؤثر للبلاد، أي فترة تقوقع، راي ميش إيجابية للمجتمع واضح، في كلمتين نبيل بش نختم الحلسة، بش نختم اليوم دور خطاب الكراهية، وإلا عنصر هالكراهية هذية، وتأثيره على مجتمع التونس لا تأثيره خيبيس، خيبيس، أنا مش نختم، يسألوني بعض الأولياء، حتى بعض المدرسين في أحدين عدد صغار، يقولون إذا كان النتائج الدراسية، ولا مهما كان النجاح، لا يوجد في الدراسة، يقولون أنهم علموه أول شيء الحب علموه يحب، عبروه على حبكم، وخليه عبره الحبه بعدوه على كل ما ظهر، كل هو التنامل ثانيا علموه يختم، علموه ثقافة العمل، العمل هو يكون ذهني، يكون أدوي، يحضر دروسه، يلمز، يفرشه، يلمز، يهز، يمشي، يقضي خبزة لأمه، يجيب، وربوه، وواحد يهز، ويقول ابوه أربس السنتوية، يختم، وعلموه لبرسيفيرانس، ورسم الأهداف، لأننا نرسمه أهداف جميلة، والمجتمع تكون تهم، ونداوموا فيها، هنا على النخبة، وعلى المنظرين، والمجتمع المدني، هو الدوام ينجب برخام، يشدوا الصحيح، وليس سهل، المجتمع هذا التنساق القديم، يشدوا الصحيح، لماذا نقصنا، نبدو ندخل في العمل، وبحب للجميع، أكيد بلدنا مشتوى اللي خير برشاة، محليهم الكلمات الختمية الدكتور نبيل منصار محمد الموسى، أنا قبيل أحكيت على أنه مفهوم المواطنة مفهوم جديد، وبصراحة مفهوم ديناميكي أيضا، يعني المواطنة الإغريقية كان فيها إقصى، المواطنة أيضا دستور المدينة كان فيه يعني تصنيف للذمي، للمؤمن إلى أخيره، أحنا اليوم نتطلع إلى مواطنة أين الكل سواء، بصراحة الكل سواء، ما فيهاش حتى لحظة تصنيفية، أو لحظة أني نقول والله الإمرأة أقل، ولا الجيهة الفلانية أقل، ولا اللي عنده ذمير كذا، واللي عنده معتقد، فقد ما نتقدم نحو مواطنة عالمية كونية، أولادنا راه متفتحين، أولادنا يتكلموا الكوري، أولادنا وبناتنا يتكلموا التركي، والأخر والله ما نعرف شنية اللغات اللي يتكلموها، والإنجليزية غيره غيره غيره، والعربية، فقد ما نعي أنه هالحركة التاريخية هذية راهي ماشية نحو واحدة مجتمعية، واحدة إنسانية، قد ما نأسس المواطنة العالمية بعيدة على التعصب المقيد. واضح، شكرا لك دكتور نبيل منتصر على قبل الدعوة والحضور معنا. أكسى محمد ديما الحلقات معها تعدي في صعب عليها، ومعك انت نوزا عادنا بنقف من طوم على حلقات حد عصن. شكرا لك دي زيادة معاليها لقاعدة معاكم، كان يصر ثمينة وثاريس بصراح. شكرا لك محمد موسى، على الحصة اليوم كنت دي حاسة بوابة الأمل لتونس أنا وانتي، تونس مش يا أنا يا أنتي. إلى اللقاء.